أعزائي متابعي طقس العرب في كل مكان أسعد الله أوقاتكم بكل الخير والمحبة نلاحظ من خلال صور الأقمار الاصطناعية استمرار تحرك الحالة المدارية لبان والتي تراجع تصنيفها خلال 24 ساعة الماضية من إعصار درجة أولى إلى عاصفة مدارية بسبب تراجع قوة الرياح حول المركز تتحرك كما نلاحظ هذه العاصفة تدريجيا باتجاه الغرب ويتوقع إن شاء الله أن تبدأ التأثيرات خلال 24 ساعة القادمة على السواحل الجنوبية من عمان وأيضا العديد من المناطق اليمنية خريطة التوقعات كما نلاحظ تشير إلى تواجد العاصفة لبان اليوم الجمعة في هذه المنطقة تتحرك بشكل تدريجي وبطيء خلال 24 ساعة القادمة نحو المناطق الحدودية ما بين اليمن وسلطنة عمان فوق البحر وتجلب إن شاء الله بداية الأمطار الغزيرة بدءا من محافظة الضفار جنوب سلطنة عمان وصولا إلى محافظتي المهرة وحضرموت في الجمهورية اليمنية خلال الأيام الثلاثة القادمة كميات الأمطار كبيرة نوعا ما تقدر ما بين 150 إلى 300 مليمتر في بعض المناطق كحد أقصى وتشمل كما نلاحظ أجزاء واسعة من المناطق السهلية وصولا لبعض المناطق الداخلية هناك أيضا بعض المناطق الصحراوية شمال اليمن وأيضا في المناطق الصحراوية في عمان وأقصى جنوب المملكة العربية السعودية ستشهد أمطار ولكن تكون حدتها في المجمل أقل من هذه المناطق المعروضة في الخريطة بالنسبة للتحذيرات خلال هذه الحالة يحذر في البداية من خطر تشكل السيول والفيضانات في المناطق الموجودة في محافظة الضفار في سلطنة عمان وأيضا محافظتي المهرة وحضرموت في اليمن نعرف نحن الإخوة في سلطنة عمان واليمن من محبي الطقس ويشتاقون لمثل هذه الحالات الجوية ولكن ننصح الجميع بالابتعاد عن مجاري الأودية وعدم الاستهانة في مثل هذه الظروف الجوية بسبب كثافة الأمطار المتوقعة وكبر كميات الأمطار التي استطعتها خلال الأيام الثلاثة القادمة أيضا نحذر الإخوة الصيادين والبحارة من خطر الإبحار في مثل هذه الظروف الجوية نظرا لارتفاع مستوى الأمواج يصل ارتفاع الأمواج المتوقع إلى ما بين 3 إلى 5 أمطار على السواحل اليمنية والعمانية الجنوبية وتصل إلى أكثر من ذلك في عرض البحر أيضا نحذر من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية في المناطق الداخلية مع اقتراب العاصفة وذلك بسبب إثارة الغبار بفعل الرياح النشطة هذا كان كل ما لدينا حتى الآن حول هذه العاصفة تابعونا إن شاء الله خلال التحديثات القادمة